ألمحت صحيفة نيويورك تايمز إلى اطلاع وإشراف الجنرال مايكل كوريلا على عملية إنزال مصياف في سوريا وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل أبلغت الجنرال الأمريكي بالعملية لكن الجيش الإسرائيلي قال إن كوريلا سافر إلى إسرائيل مع مسؤول آخر لمتابعة الجبهة الشمالية مع لبنان حيث كان في غرفة قيادة الحرب الشمالية الإسرائيلية تحت الأرض وقال مسؤولون غربيون إن إسرائيل ضربت منشأة لإنتاج الصواريخ لحزب الله قبل أن تخترق قوات الكومندوز الغرف الداخلية للمنشأة وأكد المسؤولون لنيويورك تايمز أن قرار إشراك القوات على الأرض كان بهدف زرع عبوات لضمان تدمير المنشأة في مصياف بالكامل وقال مسؤولون إن المنشأة التي تسمى مركز الدراسات والبحوث العلمية كانت تستخدم لصنع صواريخ موجهة بدقة لحزب الله ترجمة نانسي قنقر